سنن بن مادة قال المصنف رحمه الله وتعالى باب التعزيل باب التعزيل قال المصنف رحمه الله وتعالى حدثنا محمد بن ربح هذا مر علينا كثيرة محمد بن ربح من أصدقات الأزوات من رجال الكتب الستة قال أنبأنا الليث بن سعد وفخارة المصريين الإمام العلم المحدث الفقيه الجواد قال عن يزيد ابن أبي حبيب ويزيد ابن أبي حبيب هنا اللفتة التي أقولها الآن المفتقدة في هذه الأوساط التي يعلم الله بها لما كنا نعلم من دخانية حتى شب النار ومنهم من أشعل أوارها قال الليث يبين لنا كيف الأدب مع العلماء وهو يقول حدثنا يزيد ابن أبي حبيب حبرنا وسيدنا وعالمنا ويقول حدثنا علمنا وسيدنا وحبرنا لمعرفة الفاضل الأهل يزيد ابن أبي حبيب من ثقات المصريين من ثقات الأذبات من النبلاء عن مكير بن عبد الله بن الأشج ومن ثقات عن سليمان أن يسار عن عبد الرحمن بن جابر ابن عبد الله بن أبي بوردة ابن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هنا أعتقد ثلاثة من التبعين أو ثلاثة من التبعين يروي بعضهم عن عن بعض وهم من الثقات والحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله جل في أولا وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إشام بن عمار إشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث حدثنا إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش ضعيف يعني يحسن حديثه في الشاميين ويضعف في غيرهم يضعف في غيرهم قال حدثنا عبد ابن كثير عن سقات عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير من السقات الذين قد سطر التاريخ أقوى لهم ودرر كلامهم كما نقل عنه الإمام مسلم لأنه قال هذا العلم شريف لا ينال براحة الجسد هذا العلم شريف لا ينال براحة الجسد قال عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو في قول من الفقاء السبعة كان التقيا نقيا وكان عالما نحريرا أضاع على نفسي علما كثيرا وفيرا بسبب الجدال مع ابن عباس رضي الله عن أرضاه الحق بأن الجدال أيضا يجعل الإنسان لا ينزل الناس بالقدر الكافي لما نزلهم في هذا الباب لذلك يخسر تكون العقوبة عنه أنه لا يخسر ولا يرتقي علما ولا يستوع بالعلم الذي عند الشيخ الذي يجادله كثيرا قال عن أبي حرعيا ت turnaround أبو هرعيا وسيد المكثرين عن النبي الأمين قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزروا لا تعزروا فوق عشرة أصوات لا تعزروا فوق عشرة أصوات إذن الباب كله في الكلام على على التعزين وهذا له باب أخرى في باب التعزين التعزين يكون بالضرب بالإهانة بالتقريع بالتوبيخ قد يكون التعزين بالمال على الرارح عند أقوال أهل العلم إذن أبواب التعزير كثيرة أبواب التعزير إما التعزير بالحبسي أو التعزير بالجلد أو التعزير بالضربي بالنعال والجريد أو التعزير بالتوبيخ والتقريعي والتنقيص أو التعزير وهذا كله اللي وليه الأمر هذا كله اللي وليه الأمر مسألة عند أي حد هذه المسألة موكولة اللي وليه الأمر أو التعزير أيضا بالمال التعزير بالمال أصل التعزيري كما قال علماؤنا هو الأصل التعذير من المنع المنع والرد فكأن من نصرته ورددت عنه أعداءه ومنعته من أذى منعتهم منعتهم من أذى فهذا المنع ورددت عنه أعداءه فيكون التعذير هنا من المنع والرد وهو قد قال علماؤنا التعذير للتأديب التعذير للتأديب الذي هو دون الحد التعذير يكون تأديبا لكن دون الحد والحكمة من مشروعيته هو رضع الجاني حتى يرتدي عما وقع فيه لما تغفر ورحم وتلاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم وعرفه بعضهم أنه تأديد استصلاح وزج على ذنوب لم يحد لها حد لم يحد لها حدا أو لم يحد الله لها حدا أصله في الصحيح قول النبسلم لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله جل في علام وهذا الحديث قد أوجب اختلافا بين العلماء في ظاهره لأنه فيه أنه قال لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله والمعنى أن التعذير رايته العشرة أصوات رايته العشرة أصوات الجلد بعشرة أصوات وهذا قد قال به أحمد قال به أحمد لظاهر الحديث لأنه قال لا تعذير فوق عشرة أصوات وهذا نهي وأصل نهي التحريم ولقوله لا يجلد أحد فوق عشرة جلدات إلا في حد من حدود الله والجمهور على أنه قد يجوز التعذير إلى أن يصل إلى 39 جلدا على ما قال الجمهور بأن أقل الحدود هو حد الخمر إلى الأربعين ومن لم يرى بأن الخمر حدا قال أقل الحدود هو حد الافترة وهو يصل إلى السمانين فله أن يجلد 79 والصحيح أنه حد الخمر حد الجلد إلى الأربعين حد من الحدود فقال الجمهور له أن يجلده فوق العشرة أصوات ينزل إلى الأربعين أقل من أربعين بواحد قالوا لأن المقصود من ذلك السياق المقصود منه بيّنه السياق في قول النبس سلم إلا في حد من حدود الله والمعنى أنه لا يصل بالجلد إلا إلى الحد إلا إلى الحد وقد رأت بعض الرؤية على ذلك وأحمد سلم وكان أسلم وسكن مع ظاهر النص في قوله لا تعزل فوق العشرة أصوات وفي قوله لا يجلد أحد فوق عشر جلدات وأما المالكية فقد ارتقوا مرتقا صعبا وقالوا بأن التعزيل قد يصل إلى الموت وهذا رجحه شيخ رسالة المتامية وهذا فيه نظر كبير وأن كذلك الأدلة عندهم يعني فيها مطلقات يستندون إليها كالعرانيين وكالمحاربة في الأرض وغير ذلك فهم يقولون التعزيل قد يرتقي إلى القتل والصحيح الرارح وقول الجمهور وأن التعزيل لا يبلغ حدا وأن التعزيل لا يبلغ حدا والأسلم في ذلك ما قاله أحمد بأنه التعزيل لا يتعدى العشرة أصوات التعزيل لا يتعد لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه لا رجعون الله مأجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها الله مأجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها نعم وكما قلت والله موت العلماء فيه إرعاب لنا موت علمائنا والتناقص في زماننا من وجود علمائنا هذه معناها أننا إلى قل وأن المسألة إلى خطر هذه تنبئ بشر وتنبئ بخطر نسأل الله للفعلاء أن يخلف على الأمة خيرا منه وأن يسكنه في فسيح الجنات وأن يجعله مع النبينا والصديقين والشهداء والصالحين نسأل الله للفعلاء لهذا المحدث الفاضل الشيخ عبد الله التليدي أنا أسأل الله للفعلاء أن يجعله مع النبي السلام في الفردوس الأعلى ويشكر له جهده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن لله وإن لله عامة أقول في التعزير أقل ثلاثة قول وقف على عشرة أصوات لا زيادة وقول في قول الجمهور على أن قد يصل إلى أقل الحد وأقل الحد أربعين ومنهم من ارتقى وتوسع في الباب وقال بأن التعزير قد يصل إلى القتل إلى الموت إلى القتل وهذا توسع غير مردي هذا توسع غير مردي وقلت قول الجمهور هو الأصح والأسد والأسلم في ذلك قول الإمام أحمد وهي رواية عنه هي رواية عن الإمام أحمد في هذا الباب وأنه لا يبلغ بالحد عشرة أصوات استغفر الله استغفر الله استغفر الله والله ارتعدت فرائصي لما قلت ذلك ارتجفت أقسم الله ارتجفت أسأل الله للفعلاء يعني أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يثابر على هذا الطريق وممن يتقن حتى يتعبد وينشع ذلك بين الناس لما يجعل فيكم إن شاء الله خلفا لهذا العالم الجليل ويثبت الأمة على هذا الخير بوجود العلماء فيها نعم إذا قلنا بأن هذا الراجح عندها قوال أهل العلم اختلفوا بعد ذلك في مسألة ثانية وهي إن قلنا بالتعزيل وأن التعزيل لا يصل إلى حد فقالوا هل إذا رأى ولي الأمر على عبد من عباد الله ما يكون به التعزيل هل يجب عليه أن يعزره أم المسألة بالغة إلى اجتهاد أو المسألة واقفة على اجتهاد ولي الأمر المسألة اختلف فيها العلماء سورة المسألة جاء زيد فصنع أمرا فيه مخالفة شرعية على الجهار لا على الاستسرار جهر بمخالفة واعتاد عليها فلولي الأمر أن يعزره فهنا المسألة الاتفاق بين العلماء لولي الأمر أن يعزره والتعزيل لا يبلغ إلى أقل الحدود هو حد الخامرة على الراجح الصحيح لكن هنا الكلام هل يجب على ولي الأمر أن يعزره أم المسألة على الشهاد ولي الأمر وتكون على وجهة نظره على الاستحباب على خلاف مالك قال يجب على ولي الأمر أن يعزره لأن هذا من باب التشريع ولأن الله وعلا قد شرع فيه التعزيل فواجب عليه أن يطبق شرع الله وعلا في ذلك والجمهور وهذا قال به آسف قال به المالكية والأحناف قال به المالكية والأحناف أما الشفعية والحنبلة إن لم أكن وهمة على الحنبلة قالوا بأنه ليس بواجب ليس بواجب والمسألة راجعة إلى اجتهادي ولي الأمر ولهم في ذلك أدلة كثيرة منها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما أصبت ما يصيب الرجل من زوجي غير أنني لم أطأ ولم يعزره نفس سلم قال له أسبغت الودوء قال نعم قال صلى الله تمانا قال نعم قال اذهب فقد غفر الله لك وقرأ عليه قول الله رجل رفعلا أقمص صلاة الطرفين النهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأيضا في عموم قوله للأنصار والأنصار قد يقع منهم يقع منهم ما يقع من يعني التداوز لأنهم بشر ولأنهم غير معصومين قال النهاري السلام اقبلوا من محسنهم وتداوزوا عن مسيئهم اقبلوا من محسنهم وتداوزوا عن مسيئهم ولم يذكر التعذيب في ذلك دل هذا على أن المسألة هنا في هذا الباب أنها لولي الأمر أنها لولي الأمر ترجع فيها للنظرة المقاصدية في المصلحة والمفسدة وقد قال ابن قدامى مبينا تفصيل مذهب الإمام أحمد في هذا الباب قال ما كان منصوصا عليه في التعذير واجب عليه أن يأتي به وما لم يكن منصوصا عليه فالمسألة موكولة إلى ولي الأمر في المصلحة والصحيح الرارح في هذا أن الباب برمته فيه النظرة المقاصدية فيه النظرة المقاصدية لا سيما وأن الكلام أيضا في هذا الباب على أن كانت تقصير الهيئات لا يجوز لا يجوز التعذير عالنا عليه بل ابن تميع وقعت له على كلام نفيس بأنه قال في إقامة الحد قال ومن كان معلنا بالفسخ مجاهرا به فإقامة الحد يكون تشيرا له أمام الجميع وأما إن كان متواريا وإن كان من ذوي الهيئات والوجاهات يعني قال فيقام عليه الحد الحد اختفاءا أو قال أو قال سرا لمكانته هذا من كلام شيخ الهيئة العزير فيها من التجديد أو التخفيف قال علماؤنا أيضا في مسألة التجديد أنه يصل به إلى الثلاثين أو تسعة وثلاثين جلدة أو يقف عند العشرة التجديد أو التخفيف أيضا هي تابعة للمصلحة والمفسدة فتابعة للنظرة المقاصدية تابعة للنظرة المقاصدية في باب في باب التعزير وقد رد بعض العلماء المتقنين أن اختلاف العلماء في اختلاف مقادير التعزير أنه نابع أو هو تابع لمقادير اختلاف مقادير الجنايات كلما كانت أعظم كلما كانت تعزير أشد كلما كانت أخف كلما كانت تعزير أخف والمسألة دائرة على النظرة المقاصدية في المصالح والمفاسد هذا بالنسبة للباب في سنة الدماجة في الكلام على التعزير الفوائد المستنبطة من الحديث التفريق في الجرم وهذه دلالة وضحة جدا على التفريق في مسألة المعاصي وأنها صغائر وكبائر وأيضا الصغائر قد تتفاوت درجاتها محقرات الصغائر والصغائر المطلقة فهذه أيضا تتفاوت في جرمها لذلك يتفاوت التعزير فيها أو العقوبة فيها أو الملاوامة فيها أو المعاتبة فيها والدلالة على ذلك أنه قال لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله سعة هذه الشريعة سعة هذه الشريعة أنها استوعبت كل شيء استوعبت كل شيء كل صغير وكبير ودقيق وجليل استوعبت كل شيء من الفوائد رحمة الله جل في علا رحمة الله جل في علا بالأمة رحمة الله جل في علا بالأمة ترجمة نانسي قنقر